الحمد لله الحمد لله الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله والله أكبر ما صام صائم واخر الله أكبر الله أكبر مغتسل مسلم وتطيب وتضحر الله أكبر ما خرج من بيته يهلل الله ويكبر الله أكبر الله أكبر ما قصد مسجده ونصلى يطلب الخير والأجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لنا هذه ومواسما الطيبة الله أكبر الله أكبر ما ينقضي شهر رمضان حتى يدخل شهر شوال الأرض ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة شهر الهج الأكبر فالله أكبر فالله أكبر ونشهد ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنصح من دعا إلى الله وبشرا وأنذر فالله أكبر وخير أفضل من صلى لله بعد أن تطهر وخير من قام لله فتلا كتابه وتذبر وأحسن من صام وتزكى وهج واعتمر فالله أكبر صلى الله عليه وسلم فأكثر وأمر لذلك الملائكة والمؤمنين من البشر فصلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين والمحشر أيها المسلمون أيها المسلمات منذ أيام استقبلنا شهر رمضان واليوم نودعه مرتحلا فالله أكتبه شابنا لنا لا علينا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم ادعنا في رمضان من الفائزين من السعداء المرحومين ولا تكتبنا فيه يا ربنا من الأشرياء المرحومين أيها المؤمنون لقد أمرتم بصوم أيام عمضان قصمتم وأمرتم بقيام لياليه فقمتم فهنيئا لكم هنيئا لكم خرجتم اليوم إلى رب رحيم يمن بالخير ويوفق إلى الخير ثم يعطي عليه الثواب والأجر فالحمد لله والله أكبر اليوم تفرحون بعينكم وتخضضون جوائزكم تخضضون أجر ما عملتم في شهركم الكريم وهذا يوم الفرح يوم الفرح والبشر والسرور الأكبر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة بفضره وفرحة عند لقاء ربي هذه فرحة الفطر اليوم فرحة الفطر كل يوم لما يفتر الصائم يفرح بفطره ويوم العيد يوم الفرح الأكبر ثم ما أكبر من الفرح عند لقاء الله سبحانه وتعالى فالحمد لله والله أكبر أيها الإطلاق روى أغي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا بكر إن لكل غوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام وقد كان أبو بكر رضي الله عنه قد منع نهر جاريتين سغيرتين كانت تضربان يعني على الدف وتغنيان في أيام فرح يعني فرحة تنشدان شعر الفرح من العيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أبا بكر دعهما فإنهما صغيرتان وهذا يوم العيد وقال لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالْمَصَارَ montré notre choix et remercier الله سبحانه وتعالى qui nous a permis de vivre ce mois et qui nous a permis de prier de jeûner et qui nous a enfin nous a donné ce beau cador c'est c'est une journée de joie alors nous nous devons répondre la joie et le bonheur dans nos maisons sur nos chemins dans nos quartiers il faut il faut être content et il faut sourire aux autres comme le un sourire face à ton frère c'est une saudade et sire la main de son frère ça fait tomber les bichets longtemps les goutes d'eau فالحمد لله والله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله مكر واصلا الحمد لله الذي جعل أعيادنا قربات وجعل آفتام بالطاعات فأول شيء في عيدنا التكبير وثاني أمر فيه بالصلاة فالنحر أيها الإخوة الكرام من معاص الله سبحانه وتعالى بعد رمضان قال سلفنا الصالح من علامات قبول الطاعة الطاعة وعدها من علامات قبول حسنة الحسنة وعدها ومن علامات السيئة أو علامات عدم القبول السيئة وعدها نسأل الله السلامة والعافية قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم زادهم هدى وقال السلام الصالح الرئيما بِيْسَلْقَوْم قَوْلٌ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي رَمَضَانِ سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ونحن في يحفة في الأحيان في الأشياء قرارنا نسيحن كثيراً ونحن نسيحن نخب كثيراً ونحن لا نفصل ونحن نشيحن نمائني ونحن نفسي فقط نحن نصب حتى نطفل ونحن نحن نحن مصر ونحن ونحن نحن نحن هم ونحن نحنه نحن نيجان إنه لاحق على خاطئ وحسن الآن أكبر إذا كنا نعطق جنة âavinنا نجد أن نجد النقار أكبر نجد أن نجد أن نجد ونجد أن نحن ندول في الدرن إذا ثلاثنا نجد نستهى نخطرة على هذا المنزل يمكن أن نتعطوه إلا يسد هذه المحاولة مجال لنصبر ونحن لتتعطط لنساء على سورك نبخ مجد تبعز لننغل ركسيا ونحن يتحفل على سور وعشاور ونحن من فلسورة ونحن من فلسورة ونحن من فلسورة ونحن من فتحسسسسسوه ونحن من فلسورة ونحن من فكرة هذا أشعر الكريم أعطمان الإعجابي وأبذينا فيه أننا قادرون وأن الحمد لله رغم الجبع والعطش وطول العبادة فإننا قادرون على أن نفعل الخير الكثير فالله أكبر ولله الحمد ولنهضر الشيطان أيها الأخوة إن الشيطان الذي كان مكبلا في رمضان كان يختار ويحمر ويضر وينتظر أن يمضي رمضان بفارع السطر حتى ينقض علينا ويهجم علينا ذلك الشيطان فيضربنا ضربة قوية فنسرد ونفرد الأمل ويزيران يقومون عن طبق فنسرد ونفرد elles على مكبلا في رمضان فانسرد أن يستمرون بفارع ادف الانتواجم ولكن عبيرنا في رمضان كما نقولون فانسرد ما يضحه يellيرون بفارع وليس الله في رمضان وكل له ومكبلا كلمة في رمضان فانسرد نجال في رمضان فانسرد نجال ها هي المسلمون كينا نualد م Bella لنا و للحكم تكتب كان عندما نفهم عن الله تعالى سبحانك مفهمة نحن نسف نقوم بحزن نحن نقوم بحزن نحن نقوم بحزن نحن نحن نتخلق فهنا نقوم بحزن فهنا نحن نستمر فهنا نتخلق بعد courان وقع مننا وسبق مننا هذا الخير وهذه الطبب في الطاعة وفي العبالة وفي القيام وفي الصيام ما لازمش تخليك شيطان يغلبنا سيرجع الشيطان إلينا أيها الإخوة نحن وأنفسنا ضعيفا ثم يزيد ألينا الشيطان الذي حرر الله سبحانه وتعالى منه شهر كامل فننذر أيها الإخوة ولندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل غير بعض المضان الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيدا كان من أدينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل العيدة يختار أجمل فيابه ويتمار وينظف نفسه ويتطير ثم يبسل العيدة معطرا نطيفا ومكبرا ثم ينبث في المسجد بعد صلاة المسجد مهللا مكبرا ثم يهنئ المسلمين والمسلمات فرحا مستبشرا ثم يعود إلى بيته مخالفا بالطائف مغيرا ثم يصل أهله وأرحامه ويظل لهم عنهم سائلا ولهم زائرا ثم يظل سائر يومه وسائر أيام العيد عابدا من ربه حامدا شاكرا داكرا فعلينا عباد الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على نعمة الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يلتغي غير الإسلاميين فلن أكبر منه وهو في الآخرة من القاسرين الحمد لله الذي جعلنا لآله لأمة العظيمة منتفين ومن حكمة ما شرعه الله في الأعياد أيها الإخوة المؤمنون إظهار وحدة المسلمين وإظهار وتقوية جماعة المسلمين فلا عيد لنا نحن المسلمون من أعيادنا الثلاثة عيد يوم الجمعة وهو العيد الأسبوعي أو عيد الفطر أو عيد الأضحى بدون جماعة المسلمين لا يستطيع الإنسان أن يصوم وحده ولا أن يعيد وحده ولا أن يصلي العيد وحده فهذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى أن يتوحد المسلمون وأن تظهر وحدتهم في مجيئهم إلى المسجد في نفس الوقت وفي أدائهم الصلاة في صفوف متراصة وفي تحابهم إن أدركت زمن الفتن تنزم جماعة المسلمين وإمامهم وقال صلى الله عليه وسلم ولا يأكل ذلك إلا من الغنب الغاصية فالجماعة الجماعة تفلح والجماعة الجماعة تفوزو في هذه الدنيا وفي الأخيرات فالجماعة من الغنب 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 فالجماعة من الغنب 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 الغن أعلم أن الله سبحانه و تعالى يقام بأسفرقه و يقام بأسفرقه على أسفرقه auxquels s'attaquent les loups les loups ne peuvent pas attaquer à un groupe fort parce qu'ils voient ce qu'ils font les uns des autres mais les loups toujours choisissent la brebée la brebée카�ie celle qui s'ilvoie entre nos groupes c'est pour cela le prophète nous dit quand vous allez et il apprend même aux sahabas إلااب إلاها أنه سيستثرة لآهوم سيكون موقفة كما تفعلت بحقيل على هذا الموقع تريدك فقط مع الجامعة ستريدك فقط معاً ستريدك معاً جامعة معدل من جميع مجموعات الجمعة معدل من جميع مجموعات في أنجع ليس معدل من جميع مجموعات سيدنا في الحقوق و تحسنب إلى نصف شخص لأنهم لا يمكن أن يجد على الطريق و ليس أنهم بل أرساعة. الإكتشار الجميع, الإمكان والصالتية هذا هو وحدة المسلمين أيها الأخوة الكرام من أهم شعائر العين بالإضافة إلى الفرحة والتكافر يجب علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نظهر الفرحة أموه بالله يجب أن يكون دائما مكشرا في وجه الآخرين عابسا ينظر إلى الناس ويحاكمهم لا أيها الأخوة المسلمون المسلم دائما مكتسب وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلوقه التبسّم كان دائما متبسّما إذا كنت تريد الحسنات دون صلاة ولا سيام فتبسّمك في وجه أخيك صدقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا باسما ضاحكا باسما ثغر وكان النبي صلى الله عليه وسلم 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 وكان النبي صلى الله 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 وسلم 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 وكان النبي صلى الله وسلم يسير جاء الله وسلم وقالوا يا رمضان مرد وقتها نساققل بناسهيات المسلمين نساققل بناسهيات المسلمين والسرس، فينسوك، و يصابقه لا يجب أن تحصير الناسهيات المسلمين وقالوا يخوز الأمزال فالحمت لأمزال وقالوا يمزال وكذلك هي تحصير متحولة وعليك ما يجب عليك أن تكون متعدتك بشاني وعليك ما يقولونه في الله سبحانه وتعالى فقلا، احيان إنشاء الله أنت تكون وعليك وممي أننا نكون الجولة كلامة الله سبحانه وتعالى نعلم أن نكون نعني لا يدري خير أول وآخير essayons de s'y reshormant d'être unis tout le temps entre nous يقدلون ويشردون أو يجوعون ويعرغون فاللهم انصرهم يا أبعاء الراهبين يا رب العالمين اللهم إن لنا إخوانا قد أنهت فتهم الحر وشردتهم وفرقت عائلاتهم وأولادهم فاللهم اجمع شملهم اللهم اجمع شملهم اللهم اجمع شملهم وحي كلمتهم وحي كلمتهم أنقذهم وأخرجهم مما فيه وانصرهم على عدوك وعدوه يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصلاة والصيام اللهم تقبل منا الصلاة والصيام اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وحشرنا في زهرة خير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صفنا اللهم بارك لنا في مسجدنا هذا بارك لنا في مسجدنا هذا بارك يا رب وحد بين المسلمين في مسجدنا هذا وفي مدينتنا هذه وفي أحيائنا هذه اللهم لا تدع للشيطان علينا أو بيننا سبيلا اللهم اجمع كلمتنا على البر والتقوى اللهم اجمع كلمتنا على البر والتقوى اللهم جازي خير الجزاء كل إخواننا الذين يشتغلون للمسجد الذين يخدمون المسلمين في بيت الله سبحانه وتعالى كل من طرق للمسلمين أو ساعد أو فتح المسجد اللهم ابارئ له اللهم اغفر لكل من فتح المسجد أو أغنر باب المسجد بالليل أو حرس المسجد أو نظف المسجد أو تصدق على المسجد أو سهر على راعة المسجد أو هل مشينا في المسجد اللهم ابارئ لنا في مسجدها هذا واجعله يا رب دائما عامرا مفتوحا يا رب العالمي إلى أن تريد أرضا عليها أقول قولنا لأستغفر الله ولي ولكم عباد الله يرفعوا أصواتكم بالتكبير والتحميل ثم أبسل التهاني لكل قريب وبعيد أذهبوا الفرح والصرور وليعنوا وجهكم الغبطة والعبور قولنا إلى بعضهم على الصلاة تهادوا تزاوروا تصافعوا تغافروا قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغبال الله مننا ومنكم سلامه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أائوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الطفل fuzzy ولكنك ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة